يغري المال بالعراق هواي يغري اللي ما عد شرف بالانتماء واللي ما عد ضمير يحمل ويشيل اكو قوى سياسية بهذه العقلية هذه العقلية الطفولية هذه العقلية المراهقة اتقود هذا العراق هذا ليش كبرى مراهقين صبية سياسيين يزعل بالبرلمان يخرب بالاقليم ويخرب بالمنافذ ويدخل مواد محقولة وصلنا هاي عباقرة العراق صبية يحكمونا يزعل ويهل الحكومة يخربها غبضع كل وقت انا هذا الرقم اللي انت ذكرته مال مليون برمين نفط يوميا يسلم الى المنتجات النفطية هذا يجيب 23 تليليون دينار هذا انا قبل سنتين حتشيت امام الدنيا كلها النفط لا ردت الحكومة لا ردت النزاهة لا ردت ديوان الرقابة المالية لا رد ولا واحد والعراق يعيش بأزمة هذه الاموال من يراقبها اين تصرف بجيب يا حزب بجيب يا سيد بجيب يا حجي بيا ميليشيا بيا وزارة بيا دولة اكو بلد الان 23 تليليون دينار هس اذا ما ما تردون قلوننا وين وقد وصل صبرنا الى حده هس اذا ما تردت انا از هس دقائم اشتركوا في القناة